أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان في هذه الأيام في الظروف الصعبة بنحس كأنه لا حول لنا ولا قوة وإيدنا قاصري مش عم نقدر نعمل أي شيء ونعاوز أشجع كل مشاهد يمكن تصرخ للرب فيك تصرخ للرب في هاي اللحظات وتقول للرب زد إيماننا خلينا أقرأ من بشارة لوقف الإنجيل المقدس في آية من إصحاح 17 والآية 5 فقال الرسل للرب زد إيماننا فقال الرب اللي هو رب يسوع لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذه الجميزة قلع وانغرز في البحر فتطيعكم كلمات قوية جداً وكلمات معزية جداً أحبائي زد إيماننا والرب يسوع كان دايماً بيتعامل مع عملة الإيمان إذا بتتذكروا من أحاديث ماضية كلمت إنه المسيح تعجب من عدم إيمان شعبه أهل الناصرة وتعجب من إيمان المرأة الكنعانية الفنقية السورية في منطقة صور وصيداء في لبنان فإذا الشيء اللي بيلمس دايماً من الرب هو الإيمان في حادثة في العهد القديم لما موسى طلب من يعني 12 شخص من بمثلوا الأصباط الاثنى عشر يروحوا يتجسسوا أرض كنعان عشرة أعطوا تقرير سلبي واتنين أعطوا تقرير إيجابي مع إنه شافوا معجزات الرب معهم وحضور الله معهم ومع كل هذا كان عندهم شكوك وعدم إيمان في الرب اسمع ما قال الرب في العهد القديم قال حتى متى يهينني هذا الشعب وحتى متى لا يصدقونني بجميع الآيات التي عملتوا في وسطهم هذا ما أخوذي من سفر العدد في طورات موسى صحاح 14 والآية 11 يعني وكأنه الرب بعلامة استعجاب واستفهام رغم كل اللي شفتوه ورغم كل اللي عملته شفته حضور الله ومعجزات وقدرة الله والآيات اللي صنعها الرب وبعدين بيتساءل حتى متى يهينني فإذا عدم الإيمان يعتبر إهاني للرب ولاحظ كلام الرب يسوع قالوا ليسوع زد إيماننا جواب الرب يسوع من له إيمان مثل حبة خردل والخردل مشهورة في أرض فلسطين هي أصغر الحبوب لكن بتكبر وبتصير شجرة كبيرة فبقول هاي البزر الصغير إذا واحد عنده هذه البزر بزرة الإيمان في قلبه في حياته يستطيع أن يأمر هذه الجميزة الشجرة أن تنقلع وتنغرس في البحر فتطيع وفي إنجيل مرقص 11 من له إيمان ولا يشك في قلبه ثم قال يعني عن الإيمان ومهما طلبتم حينما تصلون فآمنوا أن تنلوه فيكون لكم ثم قال عن هذا الإيمان بنفس الإصحاح تقول لهذا الجبل انتقل فينتقل فإذا يتكلم عن الإيمان الذي يحقق كل ما هو مستحيل الرسول يعقوب قال عن هذا الإيمان صلاة الإيمان تشفي المريض وكتير مرات منحس أيدينا مكبلي ومنحس كأنه صلواتنا غير صالحة أو مش عم تصل لأله واحدة من الأمور المهمة في الصلاة أنه محتاجين نصلي أنه الله يزيد إيماننا لأنه يعني بقول الكتاب المقدس يعني ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة ما يكونش عنده تقلقل أو عنده شكوك أو عنده تردد من خلال الصلاة فهون بيتكلم أحبائي عن هذا الإيمان عن نوعية هذا الإيمان ليس كم إيمانه كبير وطويل وعريض أو إيمان قليل لا 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 بيتكلم عن نوعية هذا الإيمان التي تحرك السماع ثم يتكلم عن قوة هذا الإيمان من خلال الكلمات زد إيماننا بيتكلم عن نوعية الإيمان نوعية وجودة هذا الإيمان عظيمة جداً قوة هذه الإيمان قوة لا تتققر ولا تتراجع وإذا بدك تعرف عن قوة هذا الإيمان اقرأ الرسالة إلى العبرانيين إصحاح 11 وشوف شو عمله من خلال قوة الإيمان شيء ثالث طبيعة هذا الإيمان مش أي إيمان هذا الإيمان اللي فيه من خلال يسوع المسيح فإذن إذا أنا بديكون عندي طبيعة هذا الإيمان العظيم إلى رب يسوع بيتكلم عنه يعني أول شيء كيف أنا لازم إيماني يزداد من خلال كلمة الله إذن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله فإذن هذا الإيمان بيتقوى بيتشدد فيه كلما قرأت كلمة الله كلما ازددت من معرفة مشيئة الله كلما اتفتح ذهني وعيني والرب يعطيني حكمة ومشورة هذا الإيمان بيزداد على أساس كلمة الله على أساس وجوده على أساس عهوده على أساس وعوده أحبائي يعني بدون إيمان لا يمكن إرضاءه مكتوب إذن الإيمان بالخبر يعني بكلمة الله وعندما عرف الإيمان وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى فإذن هو أن ترى ما لا يرى أن تصدق ما لا يصدق وأن تحقق كل ما هو مستحيل بس يمكن أنت موافق معي أنا وأنت محتاجين نيجي ليسوع بتواضع وبانكسار ونقول له يا رب زيد إيماننا فإذن هذا الإيمان عن طريق كلمة الله شيء ثاني هو عمل الروح القدس الروح القدس لما بيسكن في المؤمن بيبتدي تشوف يعني هو عمل الروح القدس من خلال تفعيل عمل الإيمان في حياة المؤمن إنك تشوف أمور عظيمة كل الناس بتقولك مستحيل لا صعب يعني لكن ممكن تصل إلى وضع أيوب اللي قال قد علمته أنك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر ثم قال الرب كل شيء مستطاع لدى المؤمن يعني ما في شيء مستحيل لما الروح القدس هو اللي بيصلي فيك وبتمتلئ من حضور الله وهذا بيقودني للشيء الثالث هو عن طريق الصلاة لما بختبر حياة الصلاة وحضور الله في حياتي بتصير مشيئتي يعني بتتمشى مع مشيئة الله وصلي بإيمان الشيء الذي يرضي الله والذي يشبع قلب الله فنعاوز أمجد الله في كل شيء فإذن محتاجين نصلي نقول له زد إيماننا تعرفوا الرب يسوع المسيح لما جاءت المرأة إنها زفت الدم ولمست يسوع المسيح وشفيت قال لها ثقي يا ابنة إيمانكي قد شفاكي اذهبي بسلام وفي نفس الصياق الحديث شخص رئيس المجمع اللي جاء من أجل بنته كانت مريضة جدا وبعدين ماتت الابنة فقلوا له ما تتعبش لا تتعب إلا المعلم فالرب يسوع نظر إليه وقال له آمن فقط فهي تشفى فإذن خلينا نصلي نقول له إذا إيماننا ضعيف قل له أعن ضعف إيماني وإذا محتاج إيمان فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء بيعطيك الإيمان ليطلب اللي يطلب بإيمان وإذا محتاج هذه القوة قل له زد إيماني حتى يكون عندي هذا الإيمان حتى لو مثل حبة خردل لكن إيمان إليه قيمة إليه فعالية إليه قوة تستطيع أن تقول لهذا الجبل انتقل لهذه الجميزة الغرزة وانقلعة فتطيع زد إيماني ما أمس الحاجة في هذه الأيام اللي من مر في ظروف صعبة جدا شو راك نتكل على الرب اليوم ونحط ثقتنا وإيماننا وقول له يا رب يعني أنا إيماني بسيط إيمان ضعيف زيد إيماني قوي إيماني افتح عيني افتح ذهني عشان حتى أعرف أطلب بإيمان وأعرف كيف أطلب طلبات اللي هي ترضيك لأن الكتاب المقدس مليء بالأمثلة رجال الله اللي من خلال الإيمان قهروا ممالك سدوا أفواه أسود أطفأوا قوة النار صنعوا أمور خارقة عجيبة اللي غيرت يعني مجرى التاريخ من خلال الإيمان صليها معي يا رب زيد إيماني زيد إيماني تعرف هذا الإيمان الأول الإيمان المخلص لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات ثم هذا الإيمان اللي على أساس أنت بتطلب أنك صرت ابن صرت بنت للرب لأنك مولود من فوق مولود روحيا ثانية أصبحت خليقة جديدة هذا الإيمان تقول للمرض تقول لأي شيء مستحيل الله بيستجيب دعائنا وصلواتنا بحسب ما شئته ربنا يباركك وكون شريك معنا بالخدمة شارك هذا الفيديو اعمل شير الرب يباركك شكرا للمشاهدة